موسيقى شراكة اقتصادية تاريخية بين مصر والاتحاد الأوروبي ممتدة على مدى عقود من الزمان جذورها راصخة وقوية تتطور يوماً بعد يوم في ظل الأهمية الكبيرة للقاهرة في الشرق الأوسط التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي يعتبر مثالاً هاماً للشراكة البناءة التي تقوم على التكامل وتلبية الأولويات الوطنية والاستجابة في أوقات الأزمات لا سيما في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية لعل هذا ما ظهر جلياً في وقت جائحة كورونا بجانب إطار الشراكة الثنائية 2021-2027 بين الجانبين والتي تعمل على دفع جهود التنمية الخضراء والمستدامة ودفع الاستثمار في رأس المال البشري وكذا تحقيق المرونة الاقتصادية والتحول الرقمي لم يكن التعاون الاقتصادي ببعيد عن التعاون السياسي فسياسة القاهرة الخارجية في السنوات الماضية تركزت على دعم استقرار المنطقة في محيطها الإقليمي والدولي وتعزيز مبادئ الاحترام المتبادل بين الدول وقد أدت هذه المبادئ إلى تعزيز مكانة مصر كقوة إقليمية مهمة لضمان استقرار المنطقة حيث نظر الاتحاد الأوروبي إلى مصر كدولة محورية للاستقرار في الشرق الأوسط وبواب الاتجارة مع إفريقيا الاتحاد الأوروبي أدرك جيداً أن استقرار مصر يعزز الاستقرار في المنطقة ويسهم في منع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إليه ومع تزايد التحديات التي تواجهها القاهرة والتي يدركها الأوروبيون جيداً فقد حرص الاتحاد على تقديم مساعدات إنمائية لمصر بقيمة تتراوح بين 1.7 إلى 2 مليار دولار أمريكي سنوياً كما تم تنفيذ مبادرات مبادلة الديون التي تعفي مصر من سداد بعض ديونها للاتحاد الأوروبي هذا مقابل استخدام تلك الأموال في تنفيذ مشروعات تنموية بجانب توقيع اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز إدارة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية وفي مجال التاقة يحتل الدور المصري مكاناً بارزاً لدى أوروبا كمصدر رئيسي لتلبية احتياجاتها من التاقة وتحديداً في إطار منتدى غاز شرق المتوسط والذي ساهم في سد الفجوة التي نشأت نتيجة تقليل الاعتماد على روسيا كمورد للتاقة حيث لعبت القاهرة دوراً حيوياً في توفير جزء من احتياجات القارة العجوز من الغاز هذه الجود دفعت مصر إلى تحقيق أرقام قياسية في صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا حيث وصل إجمالية الشحنات المصدرة إلى حوالي ثمانية ملايين طن عام 2022 مقارنة بنحو سبعة ملايين طن في العام السابق بلعت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2022 حوالي ثمانية فاصل أربعة مليار دولار تعتبر صادرات التاقة المتجددة أحد أهم مجالات التعاون بين مصر وأوروبا حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للنقل الكهرباء وشركة جاندينال البلجيكية الرائدة في مجال إنشاء البنية التحتية للكبلات البحرية وخدمات سوق الطاقة البحري وبمجبل التفاقية ستقوم الشركة بدراسة مشروع تصدير الطاقة المتجددة بين مصر وأوروبا من خلال إنشاء خط ربط بحري بساعة لا تقل عن 2 جيجاوات وهو مشروع سيسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون وتنويع صادرات الاقتصاد المصري إلى أوروبا ما يشمل السلع والغاز الطبيعي وخدمات السياحة والطاقة المتجددة هو إذن تعاون اقتصادي عملاق بين مصر والاتحاد الأوروبي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك الأهمية الكبيرة التي توليها أوروبا للقاهرة باعتبارها الركيزة الأساسية للاستقرار في الشرق الأوسط بجانب الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر اشتركوا في القناة